نصف عام على حرب غزة التي بلغ صداها كل عواصم العالم وأشغلت بتفاصيلها صانع القرار في المنطقة بعد أن توسعت دائرة المواجهة من جغرافيا غزة إلى خارج حدودها حرب غزة التي حركت شوارع أوروبا لتهتف باسم فلسطين بعد أن أشبعت شاشات العالم بمشاهد الضحايا من الأطفال والنساء والجوع المتفش في القطاع في ظل فشل العالم في إصال المساعدات لأهله ليموتوا بالقصف وهم جوعا كل ما سبق لم يكن كافيا للعالم كي توقف إسرائيل الجرائم رغم قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لتثبت حرب غزة فشل المنظومة الدولية مرة أخرى وأن سياساتها وقوانينها فصلت على مقاص المتحكمين فيها فتحاسب الضعيف وتدر القوي نصف عام من الحرب كانت كافية لتتغير المواقف الأمريكية من وصول بايدن إلى إسرائيل في الأسبوع الأول للحرب إلى عدم رده على اتصالات نتنياهو بعد أن تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء التي صنعتها الولايات المتحدة ليس حرصا على الفلسطينيين وإنما على الوجه الأمريكي أمام العالم في ظل أن الإدارة الأمريكية باتت شريكة في كل غارة إسرائيلية على غزة وعلى مدار أشهر الحرب لم تتوقف جهود الوسطاء من القاهرة إلى الدوحة وباريس وواشنطن للبحث عن صيغة توقف آلة الحرب إلا أن التعنت الإسرائيلي في الاستجابة لمطالب المقاومة الفلسطينية كان كفيلا في إفشال جوالات التفاوض كافة ويبدو أن إسرائيل لم تكتفي بالضمار الذي صنعته بآلة حربها في مدن قطاع غزة بإصرارها على الاجتياح البري لمدينة رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح يعيشون في مساحة جغرافية ضيقة جعلت حياتهم جحيما مع ضعف الخدمات المقدمة لهم ولا يزال المشهد في المنطقة مفتوحا على كل الاحتمالات لا سيما في ظل التصعيد الإيراني الإسرائيلي والتهديدات المتبادلة بين الطرفين بشكل ينذر بتوسع مدى المواجهة في قادم الأيام ما قد يدفع إسرائيل على ما يبدو إلى تبريد الوضع في غزة مؤقتا وهذا ما ظهر اليوم في إعطاء الوفد الإسرائيلي للمفاوضات في القاهرة مزيدا من الصلاحيات وبين التفاوض على وقف الحرب والنقاش على اجتياح رفح واستمرار القتل والجوع وفقدان الأمل يبقى سكان غزة في انتظار الصفقة التي ستنهي الحرب بعد أن تبددت آمالهم في أن تنجح المنظومة الدولية بوقفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر